موجز الأخبار من قناة منشباب أهلا بكم أصيب ثلاثة جنود من قوات الجيش والمقاومات الجنوبية جراء قصف شنتهم لش الحوثي في محافظة لحج وقال مصدر الميداني إن الجنديين أصيبوا بقصف شنته طائرة حوثية مسيرة بمنطقة الحد في يافع تواصلوا قوات تابعة لألوية العمالقة المدعومة إماراتياً اختطاف نشط حقوقياً في مدينة الخوخة جنوب محافظة الحديدة لليوم الثاني بعد الاعتداء عليه بالضرب وصدروا محلية قالت إنها قوات تابعة للواء التاسع عمالقة بقيادة يحيى الوحيش اعتدت ظهر الجمعة بالضرب المبرح على النشط الحقوقي مجاهد القب أثناء خروجه من منزله واختطفته ونقلته إلى سجن إدارة أمن الخوخة على خلفية نشاطه على مواقع التواصل الاجتماعي أقد المبعوث لما ميهانس جروندبرغ جلسة مشاورات مع قيادة فروع الأحزاب والتنظيمات السياسية بمأرب حول عملية وقف الحرب وصناعة السلام في اليمن واخلال اللقاء أكدت قيادة الأحزاب والقوى السياسية بالمحافظة أن ميليشي الحوثلة تؤمن بالسلام وليس في أجندتها ويتضح ذلك من خلال تعنتها وعرقلتها لكافة الجهود الأممية رغم التنازلات الكبيرة التي قدمتها الحكومة من أجل إنجاح تلك الجهود كشفت وثائق رسمية مسربة عن فساد مالي وإداري مهول في صندوق صيانة الطرق وتجاوزات في المشاريع والتي نفذها الصندوق خلال الفترة الماضية وأفادت الوثائق المناقصات في 180 مشروع تابعا للصندوق تم إرساؤها وتحليلها عبر موظفين غير متخصصين من إدارات السكرتارية والنظم والمراقبة والحسابات ليتم إسنادها فيما بعد إلى من يختاره ألماس ودون موافقة الوزير المشرفي على الصندوق توقع مركز الأرصاد الجوية هطول أمطار رعدية متفاوتة تشد على أجزاء من عدة محافظات خلال 24 ساعة القادمة المركز الوطني للأرصاد الجوية قال إنه يتوقع هطول أمطار رعدية متفاوتة تشد يصحبها الرعد أحيانا على أجزاء من محافظات شبوة والبيضاء واللحج والضالع وتعز وإب وذمر وريمة وصنعاء والمحويت وعمران وحجة وصعدة وسهل اتهامة وأجزاء من محافظات أبيان وحضر موت والمهرة نهاية الموجز إلى اللقاء اشتركوا في القناة